موسيقى انزال قوامات كيف يخفي الكيان الصهيوني مقتل جنوده ايران تغرق المنطقة بالسلام موسيقى استراتيجية العصى والجزر الايرانية تجاه طالبان موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انزل قوامات هكذا تخفي السلطات في الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة مقتل الجنود الصهاينة في كل عملية عسكرية سواء هي التي تقوم بها او العمليات الجهادية وعمليات المقاومة دائما ما يخفي هذا الكيان الصهيوني عدد قتله وطريقة القتل التي يتعرضون لها ويواجهونها فيفتعلون أسباب كثيرة لكن الكذاب حبل الكذب قصير الكذاب يقع في مشاكل وفي مآزق وفي تفاصيل تتعلق عندما يعني بعوائل هؤلاء القتلى فيصير حديث عن مثلا أرسال برقيات التعازي أو تشييع جثامين فيستطيع المر عندما يراقب الصحافة الصهيونية تحديدا العبرية ويلاحظ أيضا في باب التعازي وتلقي التعازي يستطيع أن يكشف الكثير من هؤلاء الجنود والضباط الصهاينة الذين يقتلون في عمليات المقاومة وفي عمليات أخرى حتى أنه قبل أيام تحدث مسؤولون إيرانيون قالوا أنه نحن ننفذ وخاصة القائد الحرس الثوري وقائد فيلق القدس وكذلك وزير الاستخبارات قالوا نحن ننفذ عمليات عسكرية بشكل مستمر ما لا يقل عن ثلاث عمليات عسكرية يوميا داخل فلسطين المحتلة هذا الكلام ليس من باب الحرب النفسية التي يمارسها الطرفان لأن الكيان الصهيوني أيضا يزعم أنه أيضا ينفذ عمليات اغتيال داخل الجمهورية الإسلامية وبالفعل هو لا يعترف علنا بهذه العمليات لكن كل الإشارات والمؤشرات والتصريحات غير الرسمية للقادة الصهاينة لكبار ضباط الاستخبارات والمخابرات في الأجهزة المختلفة الصهيونية الأملية تتحدث عن عمليات ينفذها الكيان الصهيوني داخل الأراضي الإيرانية تستهدف العلماء النوويين بشكل خاص طبعا هذا العمل لا يعتبر إنجازا خاصة الموضوع العمليات التي يعني اغتيال علماء اغتيال أطباء أنت لا تستطيع وخاصة في بلد مثل إيران عدها آلاف العلماء النوويين وآلاف العلماء الفيزيويين والكيميائيين وغيرهم لا يستطيع أي نظام في العالم أن يوفر الحماية الشخصية لكل هؤلاء العلماء وخصوصا وهم مدنيون يعني هذه معركة علم الإيرانيون يجاهدون بالعلم بالقرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا هم يخشون من هذا العلم أيضا في العراق أيضا بعد الغزو الذي تعرض له العراق في العام 2003 لاحظتم أحبائي أن العلماء النوويين أيضا تعرضوا إلى سلسلة من الاختيالات الأطباء الأدمغة حتى الضباط العسكريين وطبعا قتل الضباط العسكريين كان أيضا يرمي إلى القاء التبع بشكل أو بآخر على الجمهورية الإسلامية وعلى جماعات تؤيدها أو تؤيد الجمهورية الإسلامية بحجة أن هؤلاء الضباط شاركوا في الحرب التي شنها نظام صدام على الجمهورية الإسلامية بينما كل الوثائق وكل التقديرات والتقارير الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية وصحف أبرية وضباط مخابرات رسميون في الكيان الصهيوني بعد أن يخرجوا يحالوا على التقاعد أو يتحولوا إلى وظائف أخرى يحترفون بشكل رسمي أنهم كانوا يقومون بقتل العلماء النوويين تحديدا العراقيين وإجبارهم على الهجرة والكثير من هؤلاء تلقوا رسائل من الموساد الصهيوني يدعوهم إلى أما أن يعملوا مع الموساد يعني يذهبوا إلى فلسطين المحتلة أو يعملوا في أماكن مختلفة تحت رعاية وحماية الموساد أو تتم تصفيتهم العلماء العلماء وتعرفون كل الزين معركة هذا الكيان الصهيوني مع العلماء بدأت منذ تأسيسه عندما استهدف علماء نوويين وفيزيويين مصريين لأن كانت مصر تعتبر الدولة الأكبر في العالم العربي والتي هي أيضا تعتبر دولة مجاورة لفلسطين المحتلة وتعتبر خطرا كبيرا يتهدد هذا الكيان بعد نشوئه عموما أقول الجمهورية الإسلامية لا تقوم بعمليات اختيال الاختيال عمل جبان لكن الجمهورية الإسلامية المقاومة الفلسطينية يقومون باستهداف الضباط المؤثرين في معارك الإرهاب في الحرب التي حرب الإرهاب التي ينخرط فيها هذا الكيان اللقيق مغتيال علماء مدنيين فبشكل عام سواء سقطوا من الأشجار أو ماتوا في حوادث السيارات هذه هي الأعذار التي دائما تتحجج بها الدولة العنصرية الصهيونية عندما تريد أن تتحدث مع الرأي العام العالمي بشكل عام والرأي العام الداخلي في داخل فلسطين المحتلة حتى لا يقع اليأس في قلوب المستوطنين وتعرفون كل الزين أنه فلسطين المحتلة يحكم ها العسكر سواء المستوطنون المدنيون فهم جنود احتياط دائما جنود احتياط كلهم يتدربون على السلاح أو المؤسسة العسكرية الرسمية المعروفة فيبدو أن الجنود الصهاينة هم الأسوأ حظا على هذا الكوكب على هذا الكوكب لأنهم يعني لا يذكرون إلا بشق الأنفس أو إلا عندما تفوح الرائحة شوية يذكروهم لكن في عصر المعلومات هذا أصبح من الصعب على يافا التي تم تبديلها إلى تل أبيب لإخفاء الوفيات المرتبطة بعمليات المقاومة وبالصراع هذا الصراع الوجودي لتحرير فلسطين وإسقاط هذا النظام الصهيوني الغاصب لفلسطين المحتلة عموما مثلا في الأيام الأخيرة الماضية خلال حرب هذا الكيان الصهيوني اللقيط التي استمرت خمسة أيام ضد حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية واستهدافه للمدنيين كما تعرفون في قطاع غزة المحاصر في مايوك هذا الشهر المنصر تجدد الجدل مرة أخرى حول رفض يافا أي اللي بدلوا اسمها أكرر إلى تل أبيب فيما يتعلق بالاعتراف بخسائرها البشرية في المواجهات العسكرية مع قوات المقاومة الفلسطينية هذه العملية عملية الثأر من الحر أطلق المقاتلون الفلسطينيون خلالها أكثر من ألف وخمسمائة صاروخ استخدفوا ما يقرب من ثمانين مدينة وبلدة من فلسطين في الداخل ومن فلسطين المستوطنات الجديدة التي تم تأسيسها وتشكيلها بعد احتلال فلسطين أصابت بعض هذه الصواريخ أحياء مزدحمة بالمستوطنين طبعا هم يتحدثون في وسائل إعلامهم يقولون والله هذه الصواريخ تستهدف المدنيين وأنا أكرر لكم وأقول بأنه مقولة المدنيين هي مقولة زائفة وكاذبة لأن هذا الكيان كله مؤسسة عسكرية ثكنة ثكنة عسكرية وقاعدة عسكرية في مثلا في مستوطنة أشكالون في يافا أيضا أحياء كثيرة تم استهدافها وسقط عدد من القتلى والجرحة والكثير من شهود عيان لبعض الوسائل الإعلام تحدثوا عن دمار شامل لكن الصورة الوحيدة المنشورة من قبل وسائل الإعلام الصهيونية كانت أحد المتوفين في مستوطنة ريحوفوت الواقعة جنوب يافا يعني جنوب تل أبيب في أعقاب وقف إطلاق النار بوساطة مصرية اعترف هذا الكيان الصهيوني رسميا بقتل مستوطن يهودي وعامل أجنبي وزعموا أن هناك أربعة وسبعين أصيبوا نفس العملية طبعا تكررت في أبريل عشرين أبريل الفين وثلاثة وعشرين عندما كشفت قناة اثنعش القناة الثانية عشر العبرية عن معلومات جديدة عن وفاة أربع ضباط قتلتهم كتائب القسام عندما كانت تقصف الجنود الصهاينة بينما في ذلك الوقت قالوا لا يوجد هناك أي قتيل وهناك أمثلة كثيرة إذا نريد نرجع للماضي نذكركم فقط بعملية المقاوم الشهيد أحمد قصير في 11 تشرين الثاني نوفمبر 1982 عندما استهدف مقر الحاكم العسكري الصهيوني في مدينة صور بجنوب لبنان لم تعترف هذه الدولة العنصرية رسميا بأن القصف أودى بحياة 141 من جنودها إلا في الآونة الأخيرة وبطريقة من هذه الطرق التي ذكرناها سابقا على اتعال حتى الولايات المتحدة الأمريكية في الآونة الأخيرة أيضا عمدت إلى إخفاء عدد القتلى الذين سقطوا في العمليات التي نفلت في أماكن مختلفة من العالم وخصوصا طبعا في الملاطق التي شهدت توترا مع الجمهورية الإسلامية إيران تغرق المنطقة بالسلام تعرفون أحبائي خلال الأسبوع الماضي قام السلطان عمان السلطان هيثم بن طارق بزيارة اللافتة إلى الجمهورية الإسلامية بعد سنة تقريبا من زيارة قام بها الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إلى مسقط ما يمكن الحديث عنه في هذا الموضوع هو ليس فقط زيارة سلطان عمان لا لا هو هذا العنوان هذه إيران التي حاول الإعلام الغربي والإعلام الصهي غربي ومعه إعلام دول عربية معروفة خلال هذه الفترة الماضية بل لا يزالون حتى الآن الكثير من وسائل الإعلام العربية تحديدا مع الأسف لم تتعلم الدرس حاولوا تشويخ صورة الجمهورية الإسلامية في إيران وإظهارها دائما بأنها مصدر توتر في المنطقة يتحدثون عن دورها إيران تحتل أربع أواصم عربية اليمن بغداد طبعا صنعاء قصدون صنعاء بغداد دمشق بيروت وتبين كذب هذا الإعلام ودجل الذين يصفقون لهذه المقولة وإحنا نحكينا سابقا ودائما ما نكرر ونقول قضية ويقولون إيران تعترف الكارثة ينسبون الأمر إلى إيران إيران تقول وتعترف أنها تحتل أربع واصم أربع عربية بينما هذه الجملة تحديدا أنا ذكرتها هنا في برنامج خارج الحدود أدت مرات ونقلت عن بنية من نتنياهو بنفسه بعظمة لسانه يقول إيران عندما يريد يثيرون الخوف هذا من إيران التهويل بما يسمى بالخطر الإيراني والله إيران تحتله أربع أواصم عربية طيب شنو اللي صار خلال هذه الفترة الماضية شوفوا هذا الكيرف المنحنى الذي فيما يتعلق بالدور الإيراني ودور الدول الأخرى في المنطقة مو صار تقارب إيراني سعودي طبعا هذا التقارب الإيراني السعودي مو أنعش الآمال بحل الأزمات في المنطقة نعم أنعش أهم شيء عندنا سوريا وشفت التوجه نحو سوريا ليش هذا نجاح للسياسة الإيرانية إذا عم السلام في سوريا ماذا يعني يعني إيران قامت وأدت دورا كبيرا طبعا مع حلفائها العراقيين اللبنانيين الأفغان الذين يجب أن يذكروا ويذكر دورهم وطبعا مع روسيا الاتحادي قامت بهذا الدور الكبير لإحلال السلام وجاي نشوف إحنا المنحنة هو في اتجاه السلام شوي أكو تعثر في الموضوع اليمني مع الأسف لسبب يتعلق بالمملكة العربية السعودية لا تزال المملكة العربية السعودية تريد شيئا من انتصار وهمي في داخل اليمن أحبو تريد تغير من دورها بأنها هي العنصر الأساس وهي التي شنت الحرب على اليمن إلى دور الوسيط يا أبا هذا ما يخالف لكن هذا يؤكد المقولة الإيرانية أنها هي التي تعمل من أجل السلام فيما يتعلق بزيارة السلطان هيثم بن طارق مؤشرات كثيرة أنا لا أريد أن أتحدث عن تحليل سياسي هذا أنتو تعرفونه وخلال الأيام الماضية تحدث عنه الكثيرون بس احنا نجي نتحدث خارج الحدود نشوف ليش ليش العراق ما يقدر يسوء هذا الدور العراق مضى في هذا الدور وبإمكانه أن يكون كسلطنة عمان وقام بدور كبير خلال الجولات الخمسة التي استضافها العراق بين الإيرانيين والسعودين وقبل ذلك يجب هذا نكرره دائما يجب أن نكرر دائما الموضوع ترى ما بدأ من عقد حكومة مصطفى الكاظم لا الموضوع بدأ موضوع هذا التقارب العربي الإيراني التقارب الإيراني السعودي التوجه نحو سوريا لحل الأزمة في سوريا سياسيا هذا بدأ في عهد رئيس الوزراء عن ذاك السيد عدل عبد المهدي وكلكم تذكرون هذا لازم نكرره تذكرون جيدا أن اغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني وطبعا القائد أبو مهدي المهندس ورفاقهم اغتياله تم لعرقلة مشروع التسوية والتفاهمات في المنطقة لأن الشهيد قاسم سليماني كان قادما إلى العراق وهو يحمل وجهة نظر الدولة الإيرانية فيما يتعلق بالمصالحة المفترضة آنذاك مع المملكة العربية السعودية لكن الصهاينة والترامب استطاعوا أن يعرقلوا هذا المشروع اليوم انتو شفتوا حتى هذه الملاحظات مفيدة من السلطان سلطان عمان عندما ذهب إلى إيران حرص على أن يرتدي العمة البيضاء هناك تقليد في سلطنة عمان منذ عهد الراحل السلطان قابوس عندما يقوم السلطان بدور في نزع فتيل أزمات إقليمية ودولية ويحمل رسالة سلام يرتدي العمامة البيضاء والتقى بالقائد المرشد القائد آية الله العظمى السيد علي خامنئي شنو كان تصريح السيد القائد علي خامنئي قال نحن نرحب بعودة العلاقات بشكل كامل الدبلوماسية مع مصر شنو يعني يعني أن سلطان عمان قام بدور في تقريب وجهات النظر وهناك حديث تشوفون حتى مباشرة بعد يوم واحد فقط من زيارة السيد هيثم بن طارق أعلن في فينة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية نجحتا في تجاوز بعض العقبات التي تعرقل العودة إلى الاتفاق النووي قالوا إيران والوكالة حلاني قضيتين عالقتين من ثلاث قضايا ثلاثة قضايا تتعلقان بجزئيات اليورانيوم هذا أيضا مؤشر هذا مؤشر مو بس هذا المؤشر لا 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 الاتراك تركيا بالرغم من أن في ذلك الوقت كان يفترض أن يلتقي الرئيس السوري بشار الأسد الرئيس التركي الفائز بولاية جديدة أردوغان وضمن مساعي ووساطة روسية إيرانية لكن الرئيس بشار الأسد رفض اللقاء بالرئيس التركي قبل أن يسحب قواته كاملة من سوريا والآن هناك حديث أن الرئيس التركي وعد بأن يتم ذلك بل هناك عمليات الآن الآن وأنا أحدثكم تقوم بها تركيا بطريقة سرية لا يعرفها إلا ذو الشئ ذو الشئ وطبعا بعض الأطراف المعنية بما يجري في سوريا بس طبعا الآثار مثل ما تحدثنا عن موضوع القتلى الصهاينة يعني الكيان ينكر أنهم جنود بس من تقرأ في سجلات الوفيات وصفحات الوفيات لا تلقى تكتشف أن هؤلاء جنود وضباط من تشوف بيانات المنظمات التكفيرية الجماعات الإرهابية التي تدعمها تركيا في سوريا تكتشف أن هناك تصفيات تجعية على قدم وساق تستهدف من عادة الإرهاب وزعماء الإرهاب الموجودين في إدلب في سوريا هذا مؤشر أيضا على أن السلام بشكل نهائي سيكون إن شاء الله قادما إلى سوريا طيب أحنا في كعراق بما أننا الآن نحن في العراق لدينا دور قمنا بهذا الدور بغض النظر عن النوايا وبغض أنا ما أتحدث عن نوايا الحكومات مو شغلي أطبل للحكومات بس أنا أقول الآن العراق هذا العراق من مصلحته وأكرر ذلك أن يقوم بدور في دور إيجابي في نزع فتيل التوترات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ويستغل هذا الجو العام لأن إيران الآن حتى في وسائل الإعلام الغربية والأمريكية تحديدا الآن إيران هي صانعة السلام هي التي تحافظ على السلام إيران الآن لا تثير التوتر كما كانوا يزعمون في المنطقة في المنطقة في منطقتنا لا إيران تجنح للسلم يلا هس إذا كانت هي تريد أن تجنح للسلم أو هي قائدة للسلم وداعية للسلم بالنتيجة النتائج استفيد منها كل المنطقة الولايات المتحدة الأمريكية ترسل أكرر ترسل رسائل إلى الجمهورية الإسلامية لأنهم أيضا هم انتخابات قادبة في المستقبل انتخابات رئاسية والانتخابات النصفية أيضا للكونغرس وليس من مصلحة الإدارة الأمريكية الحالية أن تخسر بعض الأوراق يعني إدارة بايدن والديمقراطيين لا يريدون أن يخسروا الأوراق كلها في المنطقة فمن مصلحتهم أن على الأقل يظهروا يطلعون والله حلينه بعض المشاكل سوينا تقارب إيراني سعودي خليجي عربي سوريا سهم يبوزون على سوريا ومشرعين يهددون لا لا سهم راضين بكل ما يجري حاليا في المنطقة مكره أخاك لا بطل يجب على العراق أن يستثمر هذه الظروف ويتقدم ويطلق مبادرات 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 لإنهاء التوتر حتى على الأقل هو جاهز العمانيين مشتغلين السويسريين مشتغلين القطريين مشتغلين والثمرة يرى دينا شوي هزي دخل يا تمر شوي هزي يعني فتهزة صغيرة من العراق لهذه الدخلة ستؤتي بثمار مفيدة على المنطقة والعراق أول المستفيدين المترجمات المترجمات لترجمات المترجمات اشتركوا في القناة استراتيجية العصى والجزارة الايرانية تجاه طالبان اخواني في الاونة الاخيرة حصل توتر على الحدود بشكل خاص بين ايران وحركة طالبان التي تحكم وتحكم سيطرتها الان في افغانستان طبعا من المعروف جدا ان هناك نزاعا فيما يتعلق بالمياه وهذا الموضوع يعرفه الكثيرون وكل معظم الدول اذا مو كل الدول في العالم عندها مشاكل حدودية وخصوصا في دول العالم الثالث الدول العربية الدول الاسلامية بعد اتفاقيات سايكس بيكوب تم تقسيم المنطقة بطريقة دائما لازم اكون هناك قنابل يمكن تفجيرها في اوقات معينة خلافات حدودية مشاكل حول المياه مثلا وهذا طبعا حتى بين ايران والعراق بين العراق وتركيا موضوع المياه مثار منذ فترة ودائما ما نكرر نحن انه على العراق وايران تحديدا الدخول في مفاوضات استراتيجية حوار استراتيجي جدي ليس فقط حول المياه بل حول كل المسائل العالقة المتبقية من القرار الدولي 598 الذي اوقف الحرب التي شدها صدام في 8 اغسطس 1988 لكنه مع الاسف لم يفضي حتى الان الى معاهدة سلام او الى اتفاقية سلام بين البلدين الان الحديث عن ان هذه الحكومة الحالية الموجودة في بغداد هي حكومة صديقة للجمهورية الاسلامية اترك هذا الاعلام الذي الان يروج له في ان هذه حكومة تابعة وان ايران هي التي تحكم في بغداد هذا كله تدليس ابليس اقول على الحكومة العراقية ان تستثمر الظروف الحالية بما انه نحن اصدقاء مع الجمهورية الاسلامية وايران وقفت الى جانبنا كما وقفت الى جانب افغانستان وهذه الاربعين اكثر من اربعين عاما منذ الغزو السوفيتي الى افغانستان واثناء فترة الجهاد الافغاني بعدين بعد الاحتلال الامريكي والنيتو لافغانستان وخلال استقبلت لاجئين ولا يزالون بحدود اربعة ملايين افغاني يعيشون في ايران تقدم لهم ايران كل انواع الدعم وهذا واجبها يعني ايران لم تمن يوما على هؤلاء الافغان بشيء على الاطلاق وهم يعرفون ويشعرون جيدا بانهم في بلادهم اقولوا ايضا العقومة العراقية العراق ايضا وقفت الى جانبنا ايران بس هذا لا يمنع من ان ندخل معها في حوار جدي وانا دائما اكذر احبائي لان اعرف ان هناك خارج الحدود التي نحن نتحدث عنها من يتآمر ومن يريد في فرصة ما وفي وقت ما ان يثير التوتر مرة اخرى بين العراق وايران كما حصلت قبل 2003 ويجاد بؤرة صراع جديدة بل حتى يمنون النفس بحرب جديدة بين العراق وبين الجمهورية الاسلامية فالمفروض الدخول بمفاوضات سريعة لانهاء هذه الخلافات خاصة الموضوع المياه لان موضوع المياه موضوع حيوي ومهم والان ايران تشعر باهمية هذا الموضوع في قضية هلمند يعني هناك هلمند يعني نهر هلمند هذا النهر هو ينبع في داخل افغانستان ويصب وين في منطقة سيستان بلوشستان سيستان بلوشستان تعيش على هذا النهر ومن حق ايران ان تحصل على كمية محددة تم الاتفاق حولها في 1973 يعني لا قبل الغزو السوفيتي وقبل مجيء طالبان لكن مع كل الاسف بعد ما جاء الطالبان الى افغانستان وحكموا افغانستان وايران مارست تجاههم سياسة يعني لطيفة جيدة مارست معها صحيح لم تعترف بحكومة طالبان بشكل رسمي كونها الحكومة الوحيدة يعني طالبان تمثل الحكومة الوحيدة للشعب الافغاني ودعت الى حكومة ائتلافية شاملة تشمل باقي الاعراق وباقي القوميات والاقليات في افغانستان لكنها من القلائل التي سلمت السفارة الى طالبان وابرزت يعني عربت عن رغبة وجدية في التعاون مع حركة طالبان فيفترض ان لا يعني طالبان ان ترد واذا حيتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها لو باحسن منها لو مثله مثله اعطوهم هذا الاتفاق وفق الاتفاق الذي تم في العام 1973 مو تجون وتفنون سدود جديدة وتحطون عقبات وتلوفون النهار واذاء متعمد بشكل واضح وبعضين تهديد تهديد وكلام والله نهدده بفتح ايران فتح يتحدثون عن الفتح طالبان هاي طالبان التي دعمتها ايران وتعرفون في الجيو بوليتيكا في الجيوغرافيا السياسية افغانستان تجاورها دول عديدة يعني ايران لو تريد تخنق افغانستان تتعامل وتتعاون يعني تغير تخنق طالبان اقصد تتعاون مع الدول المحيطة طاجيكستان وغير طاجيكستان وغير طاجيكستان وازباكستان واخو حلف اصلا اكون منظمة تجمع ايران بهذه الدول اسمها منظمة بحر قزوين أكو تعاون أكو اتفاقيات الدول المتشاطئة على بحر قزوين مثل فالكومالستان أو باكستان فأقصد أقول إيران بإمكانها أن تلعب الكثير لإيذاء حركة طالبان لكنها لم تفعل حتى عندما حصلت هذه الاجتباكات الأخيرة وهو طبعا مفتعلة وهناك تفسير واضح أن هذا الكيان الصهيوني اللي راح إلى باكو وشفته مباشرة بعد يوم أو يومين من هذه الاجتباكات المفتعلة وسقط فيها شهيد من الجمهورية الإسلامية يقال شهيدان أيضا رئيس الكيان الصهيوني يذهب ويزور باكو ويتحدث عن اتفاق أمني بل يتحدث عن إحباطه إحباط كيانه من الدول العربية في موضوع التطبيع لأن يقول لك الدول وقاله وعلن قال الدول العربية تجهت لتطبيع علاقاتها مع إيران رغم أن بعض هذه الدول طبعت مع الكيان الصهيوني فيريد يلعب على ورقة هذه المنطقة القوقاز وآسيا الوسطى وطبعا من عدها أفغانستان فيروح إلى آذربيجان ويوجه منك رسائل عن ما يمكن أن تقوم به هذه الدولة العنصرية اللقيطة في أفغانستان لإيذاء الشعبين ولإيذاء المنطقة بشكل عام علينا أن نقول أن إيران رحبت بحذر بسيطرة طالبان هي رحبت بالانسحاب الأمريكي هذا الانسحاب الأمريكي الذي تم ذليلاً في أغسطس عام 2021 فاعتبر رسالة إيجابية لحركة طالبان بعد هذا الانسحاب الأمريكي الفاشل من أفغانستان واعتبرت إيران رحيل الولايات المتحدة الأمريكية فرصة لإحلال الأمن والاستقرار ليس فقط في أفغانستان بل في عموم المنطقة وكان لتداخل الروايات التي تطلقها إيران وطالبان حول الموقف من الولايات المتحدة الأمريكية أحد الطرق التي سعت لها طهران إلى خلق فرص صداقة حميمية مع حركة طالبان لم تتخذ موقفاً معادياً من حركة طالبان بالرغم من الحلفاء إيران الرئيسيين هم مستبعدون عن المشاركة في السلطة بل الكثير منهم يتعرضوا في بعض الأحيان إلى القمع في داخل أفغانستان لكنها كانت تريد أن تعطي فرصة إلى حركة طالبان لكي تجنح أيضاً هي إلى السلام وتستفيد من هذه العلاقة مع إيران وتفهم أن هذا العدو التاريخي الولايات المتحدة الأمريكية لأفغانستان والذي دمر الشعب الأفغالي البنى التحتية في أفغانستان هذا أيضاً يريد أن يتصيد في الماء العكر عن طريق بعض الجماعات المتطرفة والمتشددة داخل حركة طالبان وبما أنه الآن البلدين يعني حركة طالبان الجمهور الإسلامية تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية وحركة طالبان إمارة أفغانستان الإسلامية هكذا أسمها أيضاً تستند على حكم مستوحى من الإسلام كما تقول فإذن إيران تشجع يعني يفترض هذا أن يشجع العلاقة بين البلدين ويتم الاستفادة من الظروف الحالية لمواجهة التحديات ولعدم إعطاء الفرص لا للولايات المتحدة ولا لهذا الكيام الصهيوني للعبث بأمن المنطقة إيران هي الدولة الوحيدة أحبائي التي تشير إلى اختمامها بتحالف أقول فعلي مع حركة طالبان بالرغم من الاختلافات الكثيرة وبالرغم من أن هذه الحركة نفسها قتلت في العام 1998 في أغسطس من هذا العام عندما ذغبت وهاجمت القنصلية الإيرانية في مزار شريف أحد عشر دبلوماسياً وصحفياً يعني عشر دبلوماسيين إيرانيين وصحفي إيراني هو المرحوم الشهيد محمود صارمي مدير مكتب وكالة الأنباء الإيرانية آنذاك في مزار شريف بشكل عام أقوله يشمل نهج إيران الحالي تجاه نظام طالبان كل من العصى والجزرة مع الوساطة الدبلوماسية الأخيرة التي قامت بها عندما جمعت أيضاً جبهة الخلاص الوطني بحركة طالبان سوت مؤتمر في طهران إيران سوت مؤتمر استدعت بي طالبان وبقية القوى الفاعلة الإقليمية والدولية تحديداً وطبعاً المحلية لإنهاء الصراع الدائر في أفغارستان ولإحلال السلام وهذا يقتضي أيضاً من الأخوة في الحركة الطالبان أن يردوا التحية هنا بأحسن منها بأحسن منها وهجوم عليه طبعاً هم الآن يشعرون بالقيادة الطالبان سحبت تصريحات هذا القيادي في حركة طالبان الذي هدد باجتياح إيران فتح إيران فتح على أساس فتح إسلامي وحذفوا حتى الفيديو الذي سجله على حسابه في تويتر وقالوا أن هذا هو سوء فهم حصل نرجو أن لا يتكرر نعم نرجو أن لا يتكرر لما الله اشتركوا في القناة